دلوقتي يا جماعة ده المدخل زي ما احنا شايفين مضيف جدا والسلم مش متعب في الدور الاول الشقة في الدور الاول الشقة دي يلا بينا دلوقتي يا جماعة الشقة في الدور الاول العمارة المضيفة جدا ما شاء الله ديت الصالة ديته اعتبر فرصة كبيرة جدا يا جماعة البناء نظيف جدا الشقة عبارة عن غرفة وصالة وحمام ومطبخ وبلكونة كبيرة المطبخ هون الحمام غرفة النوم مع البلكونة والخبر الجميل اللي انا اقوله لكم دلوقتي يصبروا علي ديت البلكونة مع الاشجار الخبر الجميل ده جامعة اللون شايفين ده بيت بني جامعة شايفين النظافة وشايفين بصوا بقى ايه شايفين الشجرة العصفير هنا تسمعوا صوت العصفير وانتوا قاعدين هنا حديقة يا جماعة شجرة السلام عليكم يا جماعة بالنسبة للشقة ديت غرفة وصالة وحمام ومطبخ وبلكونة في الدور الاول بسم الله ما شاء الله مساحتها سبعين متر وتعتبر فرصة كبيرة جدا سعرها مليون ومئة الف ليرة تركي مكانها فين مكانها في الفاتح قريبة جدا لمحطة متر امنيات الفاتح وقريبة جدا لجامع السلطان محمد الفاتح وجنبيكم ما شاء الله مطاعم عربية ومطاعم تركية والمكان منطقة راقية منطقة عائلات تعتبر فرصة كبيرة جدا وحضرتك لما يتيجي ان شاء الله وتعجبك بتقعد مع الملك مباشرة وبتتفاصل وبتتكلم معا منك ليه واحنا دورنا هنترجم وبحيث هنترجم وبعد كده حصل نصيب واشترتوها احنا كمكتب هنكون معاك لغات ما تستلم الطابو ان شاء الله وبعد ما تخلص الطابو اعدد الكهربا والمي والغاز انقله على اسمك وروح البلديات والقدارات الكهربا والمي والغاز وانقله على اسمك شكرا جزيلا اشوفك قريب في تركيا ان شاء الله علي قمال اسطنبول تركيا مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم شكري جزيل للاستاذ علي واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم الف شكر موسيقى موسيقى رجل يعني اهم مصلحة الشخص اللي فيه جبلة اهم مصلحته في ما يبحث عنه والله يوفق الحقيقة وانا انصح التعامل معه جدا علي راضي ونساني خاض الله ويبحث على الأجوة ورحنا معاهل لزراعة الشعة كمان فالتقيقة يعني انا انصح التعامل لانه يرحض على الجودة والدرجة تانية يرحض على السعر وهو له وضع يعني خاص فينا وانسأل الله اللي بارك فيه وانصح التعامل معه جدا يعني حتى لوه الجمال بسعاره شكلة بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين انا وزوجتين اشتري شقة في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد الله وشكر بجهود استاد علي وشريكه المحترم وطلعنا البارح على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة والحمد الله والشكر مع متابعة استاد علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاد علي وشريكه المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد الله وشكور واشكرهم جزيلا الف مبروك الف مبروك على الطابو والله بارك فيك اخوي علي انا شكر ومقدم لك والله انا مبسوط اني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا اخوي علي اعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وانا مش موجود عندكم والله ما شفت يا اخ علي الا الصدق والامانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني انا ضروري جميع اقاربي واصحابي اعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم ملتحين صدق وامانة واخلاص ما شفتها باي شخص تاني الف شكرا اخوي علي شكرا شكرا جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا ان نطوب البيت بنفس اليوم يعني شي جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون انتو يعني احنا غلبة في هذا البلد بالجماعة وبفن ما حسيني بشي حسيني انو اولادنا ومعنا في الشراء من البداية الى النهاية وهاي شوقتنا جديدة اشتريناها من خلال استاذ علي وشريك التركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول ممكن جهاتها ألف شكر ألف شكر لشريك التركي ولو مساعدتكم تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بفهد الحمدلله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون اخ علي جمال اشترينا الشقة في السلطان ايوب والحمدلله كان سعر مناسب من افضل لاسعار والاخ علي ما شاء الله عليه بامانته وصدقه في الامانة الحمدلله اللي شفناه اللي لمسه منه كل خير افضل من الناس انا اصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي انا انشاء الله بالتوفيق انشاء الله لكل المتابعين واتمنكم كل الخير والف شكر لاخ علي وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الامانة والصدق في التعاون بسم الله الرحمن الرحيم انا اخوكم من العراق الشقيق جئت التركية ما اعرف كل شي ما اندل كل شي من واحد الواحد ابو تاكسيات واحد ودينا على واحد وواحد ودينا على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري جاءنا قبل طيران من الصباح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا انا وشالوا اي جنات وعائلتي اربع نفرات زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الموقع المميز اللي كان في يني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة ومتركني الى انتهى الطابو وأحب انه انصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طاب ونظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع السلام علي جمال وشكرا للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول هذا الرجل الذي من الامانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود انا فيها في اسطنبول من خلال انا تعاملي معه بإيجار احدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان احمد والقرب من الجامع الازرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الاخرين وما بينه وبيني انا شخصيا وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل حتى وانا كنت في بريطانيا عندما ارسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي ارسلها لي هي نفس التي اسلم بها حاليا نصيحتي للجميع لمن لديه نير الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإجاب الاتصال بالأخ علي جماع السلام عليكم السلام عليكم اولا اولا اقول الحمد لله ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشركة التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية مكانه هل مكان امين مكان يصلح العيلة مكان جنب المتر والمواصلات دي تاني نقطة تالت نقطة الطابو يعني ايه الطابو اللي هو سند الملكية بنشوف الطابو ايوه بنشوف الطابو صحيح او مصحيح لانها امانة مين حلقة الوصل من حلقة الوصل بينك وبين المالك احنا فدي امانة كبيرة جدا احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما اننا الحمد والله احنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا ايه بيشوفوا الاسعار فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشواء اللي حواليك شئتك هتتبعه بسرعة فبناء عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي انا بصمم فيها اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة وبعد ما تلكوا ان شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة من نوكولي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا انكم متقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا السند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو ان شاء الله واحنا هنكون في ظهركو وهنكون في كتفوكو ان شاء الله واتطمنوا اتمنى ان شاء الله اشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة اشتركوا في القناة